بسم الله الرحمن الرحيم أحبابي متابعي قناة أخبار عجلة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدول ترتيب فرق الدور المصري بعد مباريات اليوم الثلاثاء 14-08-2018 في البداية ريت أحبابنا اللي بيتابعونا الأول مرة من انساش نعمل اشتراك في القناة مع تفعيل لرمز الجرس علشان يوصلنا كل جديد أقيمت اليوم الثلاثاء 14 أغسطس في إطار منافسية الجولة الثلاثة من الدور الممتاز خمس مباريات المباراة الأولى كانت بين الانتاج الحربي والدخلية والتي انتهت بفوز الانتاج على الدخلية بهدف مقابل لا شيء المباراة الثانية كانت بين الجونة وحرص الحدود وانتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد المباراة الثالثة كانت بين سموحة وانبي والتي انتهت بفوز سموحة بسلاسة أهداف مقابل هدفين لانبي المباراة الرابعة كانت بين المصري وبتروجيت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي اثنين اثنين أما المباراة الخمسة والتي انتهت منذ قليل بين طلاع الجيش وبرامدز والتي انتهت بفوز بيرامدز بهدفين مقابل هدف لطلاع الجيش وبعد انتهاء مباريات اليوم جاء ترتيب فرق الدور المصري الممتاز كالتالي المركز الاول فريق سموحة عدد المباريات 3 فوز 2 تعادل 1 هزيمة 0 اهداف له 5 اهداف عليه 3 فارق الاهداف 2 النقاط 7 المباراة القادمة مع طلع الجيش المركز الثاني فريق الانتاج الحربي عدد المباريات 3 فوز 2 تعادل 1 هزيمة 0 اهداف له 4 اهداف عليه 2 فارق الاهداف 2 النقاط 7 المباراة القادمة مع الجونة المركز الثالث فريق بيراميدز عدد المباريات 3 فوز 2 تعادل 1 هزيمة 0 اهداف له 4 اهداف عليه 2 فارق الاهداف 2 النقاط 7 المباراة القادمة مع الدخلية المركز الرابع فريق بيترو جيت عدد المباريات 4 فوز 1 تعادل 3 هزيمة 0 أهداف له 4 أهداف عليه 2 فارق الأهداف 2 النقاط 6 المباراة القادمة مع حرص الحدود أما المركز الخامس فريق الزمالك عدد المباريات 2 فوز 1 تعادل 1 هزيمة 0 أهداف له 5 أهداف عليه 1 فارق الأهداف 4 النقاط 4 المباراة القادمة مع مصر المقصة المركز السادس فريق النادي الأهلي عدد المباريات 2 فوز 1 تعادل 1 هزيمة 0 أهداف له 3 أهداف عليه 1 فارق الأهداف 2 النقاط 4 المباراة القادمة مع وادي ديجلة المركز السابع فريق الجونة عدد المباراة 3 فوز 1 تعادل 1 هزيمة 1 أهداف له 4 أهداف عليه 3 فارق الأهداف 1 النقاط 4 المباراة القادمة مع الانتاج الحربي المركز الثامن فريق الدخلية عدد المباراة الثلاثة فوز واحد تعادل واحد هزيمة واحد أهداف له ثلاثة أهداف عليه ثلاثة فارق الأهداف صفر النقاط أربعة المباراة القادمة مع بيروميز المركز التاسع فريق المصري عدد المباراة الثلاثة فوز واحد تعادل واحد هزيمة واحد أهداف له ثلاثة أهداف عليه أربعة فارق الأهداف سالب واحد النقاط أربعة المباراة القادمة مع الاتحاد السكندري المركز العاشر فريق امبي عدد المباراة الثلاثة فوز واحد تعادل صفر هزيمة اثنين أهداف له خمسة أهداف عليه أربعة فارق الأهداف واحد النقاط ثلاثة المباراة القادمة مع المقاولون العرب المركز 11 فريق مصر المقصة عدد المباريات 2 فوز 1 تعادل 0 هزيمة 1 أهداف له 3 أهداف عليه 3 فارق الأهداف 0 النقاط 3 المباراة القادمة مع الزمالك المركز 12 فريق الإسماعيلي عدد المباريات 2 فوز 0 تعادل 2 هزيمة 0 أهداف له 1 أهداف عليه 1 فارق الأهداف 0 النقاط 2 المباراة القادمة مع الاتحاد السكندري المركز الثلاثاشر فريق النجوم عدد المباراة اتنين فوز صفر تعادل اتنين هزيمة صفر اهداف له صفر اهداف عليه صفر النقاط اتنين المباراة القادمة مع المقاولون العرب المركز الثلاثاشر فريق المقاولون العرب عدد المباراة اتنين فوز صفر تعادل واحد هزيمة واحد اهداف له 2 اهداف عليه 3 فارق الاهداف1 النقاط 1 المباراة القادمة مع فريق النجوم المركز 15 حرص الحدود عدد المباراة 3 فوز 0 اتعادل 1 هزيمة 2 اهداف له 3 اهداف عليه 5 فارق الاهداف سالب 2 النقاط 1 المباراة القادمة مع النادي الاهلي المركز 16 الاتحاد السكندري عدد المباريات 2 فوز 0 اتعادل 1 هزيمة 1 أهداف له 2 أهداف عليه 6 فرق الأهداف سالب 4 النقاط نقطة 1 المباراة القادمة مع الإسماعيلي المركز السبعتاشر وادي دجلة عدد المباراة الثلاثة فوز صفر اتعادل واحد هزيمة اثنين اهداف له اثنين اهداف عليه ستة فارق الاهداف سالب اربعة النقاط نقطة واحدة المباراة القادمة مع الاهلي المركز الثمنتاشر طلع الجيش عدد المباراة الثلاثة فوز صفر اتعادل واحد هزيمة اثنين اهداف له واحد اهداف عليه خمسة فارق الاهداف سالب اربعة النقاط نقطة واحدة المباراة القادمة مع اسموحة في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة